أهلا بكم التقسيم الإداري لليمن يضم 22 محافظة لتجه شمالا لنتعرف اليوم على محافظة صعدة معقل المتمردين الحثيين والتي تبعد نحو 242 كم شمال العاصمة صنع طبعا تحد صعدة من الشمال والغرب المملكة العربية السعودية ومن الجنوب جزءا من محافظة عمران ومحافظة حجة ومن الشرق أيضا محافظة الجو تقسيمها الإداري يتضمن 15 مديرية ومدينة صعدة تعد مركز المحافظة التي يقومها أقل من مليون نسمة تعد الزراعة هي النشاط الرئيسي لسكان المحافظة وتشتهر بزراعة الفواكه مثل الرمان والعنب كما تشتهر المحافظة أيضا بصناعات الحرفية صعدة تمتلك نقطة حدودية عبر منفذ علب وهي تعتبر معقل الحثيين الرئيسي والذين خاضوا ستة حروب مع الجيش اليمني بين عامي 2004 و2010 طبعا تلك الحروب التي فجرها الرئيس المخلوع السابق علي عبدالله صالح وخضعت المحافظة لسيطرة الحثيين الذين قاموا بتعيين مسؤولها وشكلت نقطة انطلاق لتمدد المتمردين الحثيين وصولا إلى محافظة صنعا مرورا بعمرا كما قام المتمردون بتأهيل مطار المدينة بمساعدة طبعا إيران لاستخدامه لنقل المعدات والأسلحة وتنقلات أنصارهم وتعرض المطار لقصف طيران التحالف الأخير تضم صعدة العديد من المعسكرات والألوية منها معسكر كهلان واللواء و131 مشاه ولواء المدفعية ترجمة نانسي قنقر